بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم جميعا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في الجزء الثالث من الدرس الأربعون من دورة خط الرقعة الثامنة المجانية من دورات حسن خطك أونلاين كنا بنتكلم من شوية مع الأستاذة نيفين وعلشان نتوضح حرف الراء والواو يا أستاذ زيك كرام بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لو إحنا في الدفتر عندي الله يرضى عليكم ركزوا معايا يا أستاذ أحمد عبدالغني يا أستاذة نيفين خليكم معايا الله يبرك في حضراتكم علشان تشوفوا شكل حرف الراء عامل إزاي يا جماعة الخير وحرف الواو الله يرضى عليكم بصوا يا جماعة الخير محدش يعمل لي الراء يسحبها لي لتحت كتير أقل شيء يا أستاذة تسحبها بهذا الشكل أنا هلون هذا الشكل أهو شوفوا قال لنا بلونه دوا صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا محدش محدش يسحبها لي زي الواو كده هو مش تسحبوها كده يا أخواني الكرام تروحوا سحبينها كده لا أنا عايزها نشفى شوية من فوق من هنا هو شوفوا حضراتكم خدوا منها سكرينشوت حاولوا تقلدوها أنا عايز أوضحها خليني أوضحها على الشاشة عندي معلش يستحملوني علشان أسهل عليكم المسافات لأن القلم ده مش هيظبط زي ما أشتغل طيب خدوا بالكو يا أستاذة شيرين يا أستاذة نيفين خدوا سكرينشوت الله يرضى عليكم من النون دي بصوا النونة هيا شكل النونة هاو كرنوها بكتباتكم في الدفتر عندكم النون قدامنا هاي دي النون تمام؟ وكذلك عايز الواو ركزوا على جسم الواو من تحت ده شوفوا حضراتكم الجزء بتاع الواو من تحت ده وجه ذلك الرأمن هنا الله يرضى عليكم حلوء التلات حروف دول ركزوا عليهم وأنا هكتبهم قدامكم عشان تاخدوا بالكم منها علشان مش نقع في هذا الخطأ أنا أو حضراتكم صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم خلوني أفتح الكاميرا الخاصة بالعملي بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان هي حاجة مهمة كتير جدا وهتساعدنا في الكتابة بشكل صحيح صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني الكرام بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم شوف الكاميرا عندنا والشاشة عندنا محدش الله يرضى عليكم بصوا الرأة بصوا الرأة عندي عاملة ازاي الرأة هي عارفين أنا لو جيت من هنا بصوا يا أستاذ أستاذة الشيرين أو أستاذة نبيين أو أستاذة الشيرين خلاص ما كررتاش تاني الحمد لله إحنا وضحناها وجزا الله خير ظبطت معاها بعد كده أتمنى من الله أنها تصبت معايا ومع حضراتكم جميعا هقول لكم الغلط والصح أنا جاي من فوق أهو أهو عملت الرأة هي بأي شكل من الأشكال بس بصوا على الجزء بعمل ازاي وده غلطت مش تتكوس ما تتكوسوش مش تعملو مش تيجو من هنا تعملو مكوس هي مش نسخ بص دي عاملة ازاي ده أنا بقول لحضرتك انت جاي من هنا اهو للرأة هنزل اهو اهو شوف سحبت بهذا الشكل سحبت ليه بهذا الشكل علشان خاطر أطلع أرسمها كده أرسمها المهم اللي من ده المهم ده بهذا الشكل الجزء اللي فوق ده اللي يهمني انه هو مستقيم علشان يطلع شكلها كويس خليك من تحت تعملها من تحت اللي انت عايز تعملها اهم حاجة من فوق ازا عملتها من فوق مكوسة اعرف ان شكلها هيبقى وحش ازا عملتها نشفة ومستقيمة هيبقى شكلها جميل ده لو عملتها كمان كده هو هيبقى شكلها جميل ولكن هي مش صح مية في المية لكن اللي نشفة المسحوبة النشفة دي هي دي اللي احسنها هعملها كمان مرة عشان ناخد بالنا منها اي غاء ظريف نظرية ظهر صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم انا جاي اساد زي كرام انا جاي من بره اهو وماشي ماشي هنزل هنزل بهذا الشكل ما نزلش كتير واسحب تاني بالتخين اهو شوف انا نزلت كده اهو اهو اسحب اسحب بهذا بالناشف انا عايز حضرتك تجربها كتيرا جدا نازل هنزل بالتخلص لحطة الولادة اللي انا قلت عليها دي اهو وارسمها بقى على مهل بس انا خركت كده ارسمها بقى اضرح اضبطها بضرح اهو شوف ناشفة وصلت يا اساد زي كرام وصلت عند حضراتكم جميعا طيب اتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا فهمتوها واخدت بالكم انها نروح لدفتر استاذ نيفين ان شاء الله يزاكم الله خير نعم في دفتر استاذ نيفين اذا الرأم نلفش بيها ونتكوز بيها لجوة يا استاذ نيفين شاوريلي بقى على الرأات في ظريف وظهر ونظرية حضرتك تمام ايوة الله يبارك في حضراتكم طيب الفاء الفاء انا حايز اسس ان رأس الفاء كلها رايحة في جسم الفاء في حين ان انا عايز اسحبها يعني حضرتك هقولك على حاجة انت عارفة ليه هي عملت كده لان انت بدأ كتير من قبل سطر الاساس في الياء فحضرتك عايزة تجلسي الحرف على السطر هتعملي ايه روح تسحب يعني اهو هجلسها على السطر وخلاص لا مش تجلسيها على السطر خليها فوق السطر بشكلها الجميل احسن ما تجلسيها على السطر لان احنا عايزين شكل الحرف وجماله اهم من جلسه على السطر بعدين هيسحبها بقى واجلسها المرة الجاية والقادمة طيب يبقى اذا لو استاذة نيفين تقدر تشاور تسحب بالقلم دلوقتي مش تكتبيها لكن انا عايزة وريكي النزول بس في يعني في الفاء لا في الفاء نفسها خدي من جسم الفاء ايه فوق لا ما تنزليش كمان دوا كمان من فوق كمان يعني اعتبري ان ان سطر الاساس دلوقتي فوق السطر ده بنقطة ونص الله رائع هو كده هتلاقيها بقى ده اتضبطت الفاء تمام اذا اللي خلنا نعمل الفاء بالشكل القديم دوا ارتفاع الياء فاذا المرات القديمة هنقرب الياء من عالسطر يا اسادزة اسمعوا كلكم اسمعوا يا اسادزة سطر الاساس مالوش اي قيمة دلوقتي خالص غير ان انت بتزبط عليه طب نزلت كتير بعدت عن السطر اعملها الصح والمرة الجاية قاعدها بقربها من السطر مش تجبر نفسك تقعد الحرف على السطر يقوم يهرب منك شكله الجميل او قاعدته الصحيحة علشان يبقى اسمه جلس على السطر طيب طيب هنروح لكلمة نظافة تمام النون بتطلع بالضاء على طول ليه عملناها بالشكل دول انا بسحب من النون زي العين والضاء الضاء ركبت على العين والضاء هتركب على النون في نظافة واخدين بالكم هفتح الكاميرا عندي او تعالوا بصوا في الكاميرا عندي علشان نشوف النون الضاء جلست فين على الضاء قادة بين اهو عندي دفتر حضرتك بصي حضرتك يا استاد بني بين جلست النون النون جلسة عاملة وسادة للضاء قدامنا اهاي انا خدت من النون وانزلت لفت لفت واطلعت وجلسة عليها زي عظام ايضا مثل كلمة عظام خدت من العين وانزلت جلست كتف العين نازل على السطر واخدت منه وروحت مجلس حرف الضاء عليه اذا الضاء دائما بيكون محمول والصاد حرف الصاد اذا جاء هو الحرف الثاني اكتبوا الحتة دي القاعدة دي في دفاتركم اكتبوا القاعدة دي كلكم في دفاتركم اذا جاء حرف الصاد او الطاء طبعا الصاد والضاد والطاء والضاء هنقول من الاول تاني اذا جاء حرف النون او الصاد في وسط الكلام او في اخر الكلمة فانه يحمل على الحرف السابق له حلو بعدم استقرار ولا ننظر الى عدم استقرار الحرف الصاد على السطر الا اذا كانت صاد صاد بكأس صاد منتهية في اخر الكلمة هي دي اللي تجلس على السطر اذا حرف الصاد هو الاخير الكأس بتاعه اللي يجلس لكن لو في نص الكلمة الصاد ما بتلمسش السطر كتف الحرف اللي قبلها هو اللي بيسند على السطر ويجلس على السطر وصلت يا قال حسن خطك اللي فهم القاعدة البسيطة اللي انا قلتها دي دي مش مكتوبة في كتاب لكن احنا استنتجناها من شغل الخططين والاسادزة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يبارك فيكم يا رب شكرا لحضرتك يا استاذ نبين واختكم يعني ما شاء الله رغم ما اصابها من قدر ربنا سبحانه وتعالى بتكتب مش جلسة سكتة بالعكس هي حضرت وكتبت كمان شكرا لحضرتك يا استاذ نبين الضاق حلوة وجميلة الميم الميم مش تطوله كتف الميم كتف الميم خدته من الميم ومشيته ما تمشوش اه يعني نقصه نص نقطة او نقطة من المسافة دي لان ديت اكتر من نقطتين كتف الميم نقطتين لا مش نصها نقص نقلل نقطة واحدة فقط اه نعم تمام طيب شكرا لحضرتك يلا يا معلم ده خط البوصة اللي هو السطر التالت ده سطر ده خط البوصة وشغل البوصة السطر التالت نعم طيب اه ده سطر ده خط البوصة حاول معها مرة أخرى قطها تاني اكتحها تاني خلي بابا يساعدك بابا سمع الشرحة اكيد او لو هيسمعه قوله يا بابا الاستاذ بيقوله نضغط عليه خليه يساعدك يضغط بكوة معاك ماشي بس انت جوانبها متصلة مع سنه انا عايزي يكون فيه فرق يعني انا هفتح الشاشة عندي وتعالى بص عندي قلب في الكاميرات وبص عندي على البوصة اللي انا بكتب بيها ادبين ولا ريموفين تعالى حضرتك شوف عندي في الشاشة بص يا الحسن خطك بالله شوفوا انا رايح مسافة قد ايه عشان اوصل للسن بص السن اللي عندي اهو سن البوصة بتاعي اهو خلينا نجيبه في مكان ابيض شوية عشان يتضح لأخويا احمد بص يا اخويا احمد انا ماشي قد ايه عشان اوصل للسن مش الجسم على طول مش الجسم البوصة واللحاء متصل مع السن مباشرة يعني مش كده يا احمد يعني هي ممكن تكون عند حضرتك البوصة عند حضرتك بهذا الشكل لا البوصة بتاعتي مشيت كتير اهو شوفت انا مشيت كتير قد ايه عشان اوصل للسن تمام فانت حضرتك عايز تعمل ايه هتاكل من ده بقى من عندك تاكل من ده شوية من هنا وشوية من هنا والشوية اللي اللي تاكلوا من هنا تاكل قدوا من هنا علشان ترفع وتكون رفيعة زي اللي حضرتك شفتها مع الاستاذ دي فهمت حاجة يا ابو احمد اتمنى ان حضرتك تكون فهمت ان شاء الله وعلى مهلك خالص واهم حاجة يا جماعة الخير اهم حاجة السن ده يكون مستقيم اهم شيء يكون ده يكون مستقيم اهو مستقيم صلنا على نبي صلى الله عليه وسلم ليه لانه لو مش مستقيم مش هيطلع معاك خطوط هيبدا يا ده اللي يلمس السطر يا اما ده اللي يلمس السطر يبقى ده داخل لو هلمس لده السطر مش ده مش هيلمس او او هكزا او الحتت دي هيطلع لك الخط فيه شراشيته واشياء عاملة زي كده طيب ازاك الله خير تعالى يلا على دفترك هتزبطها ان شاء الله جرب معاها وخرب فيها ما فيش مشكلة هي هي كل خطوات الاخفاق هي طريق للوصول للنجاح يا ابو احمد صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير طيب الطاق جميلة التانية هيلة والطاق الاولى ممتاز حلو بس الطلوع الكبري رفيع وجسم الكبري من تحت ادخن يعني وانا طالع للكبري بتاع الطاق الطلوع ده رفيع وقاعدة الطاق من اسفل هي السميكة والتخينة هي الادخن هي الاسمك الميم التانية احسن من الميم الاولى الاتصال الطاق مع الميم التالتة اجمل واجمل شوفوا شوفوا الحتة الحركة الفنية الجميلة نزل على فراغ الفراغ بين كتف الطاق والميم التالتة شفتوا كتف الطاق والميم التالتة الميم التالتة الثالثة دي الميم الثانية أيوة دي بصوا لحطة الفراغ الجميلة الفنية البسيطة دي هو ده جمال وحلوة الخط ما بين سميك ورفيع وأرفع وأدك ده اللي بحسسنا بحلوة الخط لا من خد أيوة من جهة اليمين أحسن واضح الخنقة والرقبة والزنقة بتاعت نهاية الطاق وتولدت لنا ميم شوفوا الإحساس بتاعنا يعني إحنا جاينا من تخين ونزلنا على رفايا ده جمال الخط وحلوة الخط تعالوا على الأولى بقى هنفرق خدوا لقطة بعنكم سكرين شط بعنكم كده وروحوا على الأولى أنا عايزكم تكونوا ذواقين صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم هتلينا الأولى أول واحدة خلص في السطر دوا ها حسيتوا بالحلاوة اللي كانت هناك شفتوا هنا الميم شبكة مع التخين مباشرة بصوا الإيحاء كده أهو جاب لنا الاتنين قدامنا على الكاميرا مين الأحلى واللي واللي روحها حلوة اللي دخل عندها الهوى اللي نورها الضوء الأبيض حول جنبيها الأزرق صح آه عند السن الأحمر والبرتقالي عند البرتقالي أحلى ولا حد مختلف معايا تمام يا بحمد النون جميلة جدا من عندك النون الأولانية اللي بالرصاص دي بوسة ليها رائعة بس نهايتها مش عجباني شفوا هيلة جدا النون دي اللي عند أحمد دي ابداع شفوا أحمد بدأ إيه يطلع استنى هقولك دي تعمل فيها إيه ساعة عشان بقى يبقى إيه شفت النون التالتة مالت لليمين أكثر والربعة مالت أحلى النون الرابعة هاتر اعمل الكلام ده في النون الأولى يعني اسحب من النون الأولى كده ودخلها لقدام شوية واعمل نفس الحركة يعني هتطلع على الساعة اتنين وانت طالع ما تطلعش على اتناشر ونص لا اطلع على الساعة اتنين هتلاقوها أحلى وأجمل صلني على النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو حميد امشي بالرحة على كأس النون بالرحة وأنا هأوجهك وما أقولك كف كف بس كف من هنا بقى لف بقى اطلع جهة اليمين على الساعة اتنين من هنا كده وروع لم شوية بس استنى بقى جميل جدا بس الحتة اللي تحت دي عندما قلتلك كف مش تبقى منكسرة تبقى دورانيا ثيابية شوية بس تطلع أيوة وتسحب النقطة تدريب النقطة اللي خدنا النهاردة في درس النسخ تنفزه مع الرقعة أيضا ولكن فرق ارسم لنا نقطة الرقعة كبيرة كده نشوفها ارسمها ارسمها مستطيل خلينا نشوفها احنا كنا تكلمنا مع دفتر استادة نيفين انا عايزك انت تعرف ترسمها حلوة وهيلة جدا ولكن مع اختلاف واحد فقط حلوة النقطة دي وممتازة جدا بس نقطة احمد دي زعلانة مننا وبتشاور للشمال الغربي لا النقطة دي هلوفها خمسة واربعين درجة هتشير الى الشمال الشرقي اظن اتمنى تكون فهمت لا لا دي مش النقطة دي ميلة تماما النقطة بتاعتك دي هتلفها خمسة واربعين درجة كم تسعين درجة في اتجاه عقارب الساعة يعني المستطيل ده بيشورع على الساعة عشرة لا خليه شورع الساعة اتنين المستطيل ده رأسه اللي فوق ايوة كده ارسمها بقى ديك فهمت ارسم نقطة كبيرة كده كلنا نشوفها لا ارسمها زي ما رسمت المستطيل ده ارسمها تاني نفس المستطيل ده بس ارسمه بشكل صحيح بس الكتف الشمال في المستطيل ده اعلى من الكتف اليمين طيب عموما هذا اقرب شيء للصواب عندك ممتاز جميل هي دي النقطة يا الحسن خطك الله هي دي نقطة الناس اه عفوا الركع مستطيلة طيب جميل جدا الطا اعدل العصاية شوية خليها توقف عمودية شوية عصاية الطا تروح نحية تميل نحية المين عصاية الطا اللي بالرصاص صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة دي نفس الملحوظة قلتها لك الحصة اللي فاتت يا احمد بيه استنى يا احمد جنب العصاية دي حط نقطة تبعد نقطة جهة اليمين ايوة انزل عمودي بقى على نقطة العصاية دي اعملها تلتقي مع العصاية دي اخبرتلك نفس الحركة دي عملناها الحصة اللي فاتت اظن وانا فاكر اه كده الميل الجميل بس لا على فكرة استنى معلش انا اسف كده يعني ايه بص يا بحمد خليه في النص بينهم حط نقطة في النص وتكون متوسطة بينهم طيب لكن مش يبقى الرصاص صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب هقول لحضرتك حاجة طالما قلتلك كده بالمرة طيب الميل ده كتير بتاع كده في الطاق خف الميل شوي بتاع كده في الطاق من اسفل من اسفل اه ميل نازل كتير عصا خف الميل شوي تمام جزاك الله خير اه ناشي فانا عايزك تكون مكعر اكتر مع الطاق هاء نازل ناشي فبعدين طلعت الفوق لا انا بنزلها دوراني تعال بص كده عندنا نشوفها تعال نشوفها عندنا حضرتك قادة بن تعال اشوفها عندي ودفترك مفتوح قدامنا وانا وانت دفترنا مفتوح مع بعض بص يابو حميد عندي انا بص يا جماعة الخير انا على طول لفت يابو حميد مش نزلت مستقيم وبعدين لفت انا مش جيت مستقيم بالطاق رحت اطلع بالطاق اهو مش نزلت مستقيم ولفت لا انا جايبها كلها مرة دي كبيرة انا عايزها نقطتين اتنين بس لما خرجنا خرجنا النقطتين اتنين بس صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم جميلة الطاق جدا والهاء جدا هيلة جدا من ايدك الضاق مع الهاء الطاق اللي بالقلم الجاف الرفيعة دي جميلة جدا ايضا ما شاء الله خط الرقع بيعشق ايدك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك انت يا احمد مستوك ما شاء الله كفز كفزة كبيرة جدا عارف يا احمد انت بدأت تكتب علشان بدأت تكتب ابو احمد عشان بدأت تهتم غير الاول زمان خالص يعني الطاق ما شاء الله الطاق مع الياق اللي بالجاف دي الرفيعة دي ممتازة ممتازة بس وقف العصية عمودية شوية ودي العصية الصوب العمودي شوية في الاتجاه العمودي شوية اسحب منها سهم جهة اليمين يعني من رأسها كده من رأس الطاق واسحب سهم جهة اليمين شوية وخلص قادينا فهمنا القصة صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الضاق ها بنزل على طول من الضاق ما تعملش كتف كتف للضاق على طول بنزل على الهاق زي التالتة دي اللي انت عاملها والربعة حلوة حلوة الرابعة جميلة بس عايزك تبص عليها وكلكم بص عليها في الضفتر عندي مرة اخرى بعد ان تصالوا على النبي فصل الجهاز من عندي طيب لعله خير انا الجهاز فصل من عندي طيب خير ان شاء الله ماشي عموما بتنزل مباشرة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم برافو عليك في كلمة الظاهر اللي قدامنا دي بدأت على طول تنزل احسنت الله عليك وعلى ايديك الدقيقة الجميلة رفع عليك انا سعيد جدا بمستويك وحاسس ما شاء الله ان ربنا منع لنا بهدية كبيرة جدا بخطك الجميل ده يعني دي هدية كبيرة جدا من ربنا لينا ان خطك بقى رائع وجميل جدا ما شاء الله انا صدقا سعيد مش بجملك حرف العين خليه بقى مكوس شفت النون والضاء نظافة شفت النون والضاء عاملة ازاي تكوست صح العين والضاء نفس الاحساس العين تعلى كمان عشان تتكوّس كده لا لحظة شوي اولا اول شيء العين مش عاجباني لان انت عملت لها الحاجب عملته في تلات خطوات العين عملتها في تلات خطوات لا هي في خطوتين اتنين بس يعني الشرطة الميلة واروح واخد منها نزل عمودي على تحت الشرطة الميلة الاولى لا ما اعملها من فوق لتحت مش من تحت الفوق هات منها من اللي فوق ده اسحب ما تعملش الكتف ده كبير بقى استنى فيه نقطة النقطة لاتصال الجهة دي مع الجهة دي مش كبيرة ما هياش نقطة اصلا ما فيش كتف ما فيش دورانات لا هات من فوق لتحت بس اسحب بقى من ديت من فوق هات من نهاية الفوق وانزل على تحت على طول عمودي على تحت ما تكبرش ما فيش دورانات هنا مش تعمل دوران يا احمد ليه بتعمل دوران ما فيش دوران خلينا شوف الكتاب على الله لاقي العين واضحة في هذا المكان تعالى في الكتاب الله يرضى عليك على الله لاقي عين كبيرة بسم الله عشان تكون واضحة لحضرتك اهو كلمة عظام اهاي تعالى يا احمد في الشاشة الله يرضى عليك انا هفتح الزوم هعمل شير تعالى بص في الشير الله حبيبي الله يرضى عليك اهو الراجل جزال الله خير كتب لنا الكلمات بشكل جميل بص يا احمد ما فيش هنا كتاب في كتف ده عبارة بسبب تخن البوصة لكن بص يا احمد بص معي انا هرسمها بالقلم بالاحمر بتاعي هو رح عمل اول حاجة عمل دي شيل ايدك بعدين احمد بيعمل ايه احمد بيروح عمل كده فاصبح الجزء ده متدور شوية لا اعمل العين كده يا احمد هروح عمل دي واروح واخد منها نازل بدي على طول بس دي مش تكون نازلة كتير خلها خفيفة شوية اهو كده يا احمد هعملها تاني معلش انا ما الكرسن وال اهو اهو العين اهي وانزل يا احمد لتحت واطلع لفوق وبعدين امشي كده وبعدين انزل بصداء اهي فشفت التكوز ده والعين دي عاملة ازاي نازلة مباشرة اهي بس مش نازلة كتير جدا كده حلو ووضحت العين عند احمد بيعمل ايه اللي انا عايزة اوصله الحتة دي يا احمد خلينا اقول لك الحتة دي يا ابو احمد المنطقة دي مش عايز فيها ضوارانات كتيرة المنطقة ده هاي المنطقة دي اللي جوه الدايرة لا على طول باخذ من الشرطة الاولانية دي باخذ وانزل هنا على طول مباشرة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اتمنى ان حضرتك تكون فهمتني زجعنا لصفحتك تاني جزاك الله خير انت بطل ورائع وممتاز وانا فخور بان انت يعني ربنا من علي ان انا درست لك ام خطك انت بقى كويس فانا سعيد ان انا كنت من نصيبك ان انا اللي درست لك لان انت كده كده كان خطك هيبقى كويس هذا قدر الله وربنا اراد فان جعلني الله سببا ان انت تكون رائع وجميل كده تمام ربنا يبارك فيك وينفع بيك يا بطل يا سكر يا عسل يلا شد حلك في المذاكرة ايضا وفي حفظك للكرآن ومراجعتك للكرآن تخليش يوم يعدي لما تكرق وردك من الكرآن وحفظك من الكرآن شكرا لك يا ابو احمد يا بطل ان شاء الله تكرق لنا تختم لنا بكسار الصور ان شاء الله صورة قصيرة تفضلي يا اخي احمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يبدو ان الانترنت او التليفون فصل عند اخي احمد نختم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آمين 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 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معذرة يا أخي أحمد انتخل لو وجدتك خركت فأنا قرأت صورة الناس اسمح لي أنا خشيت لا تستطيع الدخول مرة أخرى فإن شاء الله بإذن الله نسعد بصوتك في المرات القادمة إن شاء الله بشكر حضرتكم جميعا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إن شاء الله نلقاكم يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة مع الحصة الواحدة والأربعون إن شاء الله شكرا لحضرتكم جميعا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام شكرا لحضرتكم جميعا شكرا لحضرتكم جميعا